حركة الاحتجاجات في العراق ولبنان استفزت إيران وصدمت وكلاءها في المنطقة تطورات دفعت بذراع إيران في المنطقة قائد فيلق القدس قاسم سليماني للتوجه إلى بغداد كي يترأس اجتماعاً أمنياً بدلاً من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ما شكل صدمة للقادة الأمنيين الذين حضروا الاجتماع وفق ما كشفت عنه وكالة أسوشياتي دي بريس الأمريكية التي ذكرت أن سليماني حارص على طمأنة القادة الأمنيين قائلاً إن إيران تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع التظاهرات متعاهداً بقمعها تقرير الوكالة أشار إلى أن اليوم التالي لزيارة سليماني للعراق كان دموياً بامتياز فارتفع عدد القتلى من المتظاهرين إلى أكثر من مئة مدني مع استخدام قناصين مجهولين لاستهدافهم ظهور سليماني مجدداً في العراق للإشراف على إنهاء الحركة الاحتجاجية يظهر مدى القلق الشديد الذي تعاني منه طهران خوفاً من خسارة نفوذها في المنطقة بسبب عدم قدرة وكلائها على الحفاظ عليها سواء في بيروت أو بغداد وفق الأسوشياتي دي بريس عثمان عمر العربية ترجمة نانسي قنقر